على الرغم من جمالها لأنه لم يساعدها في أخذ أدوار البطولة وكانت دايما بتجسد شخصية البنت الهادية الرئيقة ده جعل جميع المشاهدين يحبوها ويعشقوها هي شقيقة الفنانة مجد حمادة وشاركت معاها في العديد من الأعمال منها الشهد والدموع الفنانة يا ليلة حمادة رغم أن مشوهر الفني كان قصير جدا لكنها نجحت خلاله في الوقوف أمام عمالقة الفن الكبار أمسا سيدة الشاشة فاتن حمامة وأحمد مظهر ومحمود المليجي ونور الشريف ومجدة الصباحي ورغم أنوستها إلا أنها لم تفكر في استغلال جسدها للحصول على الشهرة اتولدت الفنانة ليلة حمادة في 21 من شهر مايو سنة 1951 في محافظة القاهرة قامت باكتشافها ومديرة البرامج التلفزيونية ماما ساميحة وقامت بتقدمها على شهادة التلفزيون ببرامج الأطفال وهي عندها خمس سنين كمان حصلت على شهادة البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية واكتشفها رامسيس ناجيب واجعلها تشارك في أول أفلامها السينمائية امبراطورية ميم سنة 1972 مع فاتن حمامة وهي عندها 21 سنة وبعدها اتولد أعمالها الفنية وكان رصيدها الفني أكثر من 110 عام الفني كان آخرهم سنة 2001 من خلال مشاركتها مع الفنان ساميح حسين ومحمد أبو الحسن في مسلسل البحث عن شامندل ظلت الفنانة ليلة حمادة بتقدم الأدوار السنوية حتى جاءتها فرصة البطولة المطلقة في فيلم المغنواتي سنة 1979 مع علي الحجار وشكر ساحان وسهول المرشدي والمنتصر بالله لكنه لم يحقق نجاح ولعل السبب أنه كان نسخة تانية من فيلم حسن ونعيمة لرحلة سعاد حسني اللي عرضته وحقق وقتها نجاح كبير ده بقى اللي حط ليلة حمادة فمقرنا معاها وكان في صالح السندرلا بالتأكيد واتضح بعد ذلك أن الفيلم تسبب في غضب سعاد حسني وقالت عنه الأفلام الكلاسيكية لابد ألا تعاد مرة أخرى وذكر المنتجين أعداتهم لابد أن يبحثوا عن ممثلين على درجة كبيرة من الأطقان لتعود الفنانة ليلة حمادة مرة أخرى للأدوار السنوية شاركت الفنانة ليلة حمادة في عدد من المسلسلات التلفزيونية ومنها متاعب المهنة المفسدون في الأرض وعودة الروح وعجيب وإشراقة القمر وساعة ولد الهدى ومن قصة الأنبياء والقضاء في الإسلام ومارد الجبل والشهد والدموع ومغامرات زك الناصح ودمير قبل حكمة والحب في عصر الجفاف بالإضافة لعدد من الصهارات التلفزيونية والمسلسلات الإزعية أما في السينما فقدمت أفلام منها شلة المرعقين حب أحلى من حب وراكة في الأرياف سكة العشقين إبلس في المدينة باريكة نيكي السلخانة اللي أخذ حياة يرجعها سترك يا رب جفت الدموع يمهل ولا يهمل كمان اتعاونت مع المخرج يوسف شاهيم في فيلم اسكندرية ليه وحدوتها مصرية وجسدت في الأخير شخصية أخت الفنان نور الشريف وشاركت كمان الفنانة ليلة حمادة في ثلاث مصرحيات منها المتحضلقات وطبيب رغم أنفه وكلهم مع الفنان محمد صبحي ومصرحيات العمدة الفصيح مع أدريك كامل وسامي سرحان يذكر أن الفنانة ليلة حمادة كانت مخطوبة للفنان حمدي حافظ لكن الخطوبة لم تتوج بالزواج في بداية التسعنات وتجوزت رجل أعمال مصري من أصل إيطالي وأنجبت منه بنتين لكنه طلب منها أنها تترك الفن وبالفعل ابتعدت عن التمثيل وكان بتنتقل بين مصر وروما وبعدها عادت فترة للفن بمشاركة في أعمال دينية وبعد فترة قصيرة ابتعدت عن الفن مرة أخرى واختفت هي واختها مجد حمادة عن الأضواء للفنانة ليلة حمادة أخت صغرى بتعمل في الوسط الفن وهي الفنانة مجد حمادة واللي اشتارت من خلال تقديمها لدور مديحة زوجة صاروة في مسلسل يوميات ونيس وفي مسلسل ليلة الحلمية واللي جسدت فيه شخصية علية الزوجة التانية لسليم البدري وكمان ظهرت في مسلسل الشهد والدموع سنة 1985 اتجوزت الفنانة مجد حمادة وعاشت في إيطاليا وده من سنة 1976 ل 1985 وبعدها رجعت مرة أخرى لتعمل بعدة مسلسلات منها رقفة الهجان والجنة المهجورة وضمير قبل حكمة وفي سنة 2000 قامت بارتداء الحجاب واختفت تماما على الأضواء مطع الله بدوم الصحة لحد هنا نكون خلصنا الفيديو ما تنسوش من لايك والاشتراك واتفعلوا الجرس على كل عشان يوصلكوا كل الإشارات أسيبكم في رعاية الله وأمن وحفظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته